مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم اليوم إن شاء الله هنتكلم عن كتابة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وبفيديو اليوم رح نتكلم عن موقعين بنستخدمهم لكتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي وبالنهاية رح نعمل مقارنة بين هدول الموقعين بالنسبة للموقع الأول وهو الموقع الشهير شات جي بي تي ممكن نستخدمه كموقع على جوجل أو على متصفح جوجل وممكن كمان نستخدمه كبوت على التليجرام رح ندخل على التليجرام على السيرش ورح نكتب شات جي بي تي ورح نفتح على أول بوت رح يظهر معنا رح نضغط على بوت شات جي بي تي أند ميت جورني اي اي ورح نضغط على كلمة ستارت عشان نبلش شغل بهذا البوت بالموقعين يلي رح نستخدمهم رح نعمل شغلتين رح ندور على مقال بخصوص العمل الحر وكمان بدنا نكتب اعلان ورح نقارن بين النتائج اللي أعطتني إياها هدول الموقعين رح نكتب اول شغلة هو مقال عن العمل الحر دائما بنحاول انه نحط الاشياء اللي بدنا اياه بين اقواص وكل ما فصلنا بالطلب كل ما كانت النتيجة عنا افضل شات جي بي تي هو تابع لشركة اوبن اي اي وهي شركة أبحاث الزكاء الاصطناعي غير الربحية وبنقدر من خلال هذا الموقع يلي هو موقع شات جي بي تي بنقدر نستخدم للحصول على معلومات حول مجموعة متنوعة من المواضيع وكمان بنقدر نستخدمه في إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مثل القصائد والكود والنصوص والقطع الموسيقية والبريد الالكتروني والرسائل وغيرها هلأ لما نبعث الاشياء اللي بدنا اياه رح نستنى على هذا البط شوية لبين ما نجهز النص المطلوب لازم تكون اسئلتنا واضحة ومختصرة وكمان اذا كان الرضي اللي اعطاني اياه هذا البط مش مناسب لازم اعيد صياغة السؤال بطريقة مختلفة ولازم كمان احط النصوص سبعتي بين اقواس وازود من التفاصيل يلي بدي اياها بهذا الموضوع عشان يطلع لي افضل موضوع ممكن وكمان بقدر اني احدد عدد الكلمات يلي بدي اياها ورح يكتب لي المقال بعدد الكلمات المطلوب وبهيك بكون هذا البط كتب لي موضوع متكامل عن الموضوع يلي بدي اياها وبعدد الكلمات المطلوب كتب لي مقدمة بعدين فصل المواضيع وبالنهاية اعطاني خاتمة لهذا الموضوع وهلأ رح نيجي نكتب نص اعلاني رح ازوده بعنواني الاعلان وكمان رح ازوده بشوية تفاصيل عن هذا الاعلان مثلا هان بدي اكتب اعلان لدورة تدريبية فالتفاصيل تبعتي رح تكون عبارة عن محاور هاي الدورة التدريبية يعني انا رح اكتب النقاط الاساسية يلي بدي اياها داخل هذا الاعلان مثلا عنوان محاور مكان زمان طريقة التواصل مثلا رقم هاتف مثلا بريد الكتروني وهو رح ينصق له هاي المعلومات كلها باعلان ممتاز وكمان ممكن نستخدم شات جي بي تي للبحث والحصول على عمل طب كيف؟ اول شغلة رح يساعدنا بتحسين السيرة الزاتية حيث يمكن التفاعل مع شات جي بي تي لمناقشة سيرتك الذاتية ومهاراتك وخبراتك رح يقدم لك كل التعليقات الفورية والاقتراحات اللازمة لتحسين السيرة الزاتية الخاصة بك واجعلها اكثر جازبية لصاحب العمل المحتملين وكمان بيقدر يقدم اقتراحات حول كيفية تصليط الضوء على مهاراتك وتنميتها وتاني شغلة ممكن يكون مرشد خلال عملية المقابلة فبيقدر يعمل محاكاة للمقابلات الشخصية وطرح الأسئلة التي قد يطرحها صاحب العمل وكمان بيقدر يدربك على كيفية التعامل مع أسئلة المقابلة الصعبة مثلا صف نفسك بتلت كلمات أو كيف تتعامل مع الضغط في العمل وتالت شغلة اكتشاف فرص العمل المثالية فبتقدر تطرح الأسئلة حول الصناعات والشركات التي تهمك والوظائف المتاحة ورابع شغلة بيعتبر مصدر للمشورة المهنية يعني إذا واجهت تحديات في مجالك المهني أو كنت ترغب في تطوير مهاراتك بإمكانك التفاعل مع شات جي بي تي وطرح الأسئلة المتعلقة بتحسين مهاراتك أو النمو المهني وستحصل على نصائح ملهمة وموجهة تساعدك على اتخاذ قرارات صائبة وتحقيق التطور وبعد ما دخلنا التفاصيل تبعي الإعلان كتب لي إعلان جاهز خلال ثواني وهلأ رح ننسخي الأسئلة يلي طرحناها ونروح نستخدمها في الموقع الثاني والموقع الثاني يلي عنا هو موقع بارد وهو موقع تم تطويره بواسطة جوجل اي اي يعني هو تابع لشركة جوجل هو موقع زكاء استناعي يستخدم في كتابة المحتوى وهذا الموقع فقط متوفر على متصفح جوجل يعني ملهوش أي نصخ على بوتات التليجرام عملنا لسق للسؤال الأول كتب لي موضوع متكامل عن مهارات العمل الحر وكمان بيقدم لي هذا الموقع مسودات ممكن إني أستخدمها أو أعدل عليها لنفس الموضوع يلي بديها ولعرض هاي المسودات بنرجع لراس السؤال من فوق وبنضغط على جملة الاطلاع على كافة المسودات وبتظهر لي كل المسودات يلي تعملت على نفس الموضوع بنقدر إنه نستخدمها ونعدل عليها وكمان بيعتمد على نفس طريقة استخدام شات جي بيتي هو إنه النص يلي بديها أو الإشي المحدد يلي بديها لازم أحطه ضمن أقواص وكمان لازم أزود هذا الموقع بالتفاصيل عن الموضوع يلي بديها وهنا رح ننسخ نص الإعلان ورح نلاقي إنه كتب لي إعلان متكامل ومميز عن الموضوع يلي بديها موقع برد بيساعدني على الإجابة على الأسئلة بطريقة شاملة وغنية بالمعلومات وبيساعدني بإنشاء تنسيقات بصياغ إبداعية مختلفة مثل القصائد والكود والنصوص والبرد الإلكتروني إلى آخره وكمان بيساعد بترجمة اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي وفي عنا منافسة قوية جدا ما بين موقع شات جي بيتي التابع لشركة أوبن اي اي وما بين موقع بارد التابع لشركة جوجل وهلأ رح نقارن ما بين المقال يلي تكتب بشات جي بيتي والمقال يلي تكتب ببارد بنسبالي في كتابة المحتوى وتحديدا في كتابة الإعلانات بمين لاستخدام جوجل بارد لأنه بالرغم من عدد التفاصيل الأليلة يلي دخلناها في محاور الدورة التدريبية عند كتابة الإعلان جوجل بارد كتب لي إعلان مفصل وشامل وشارح فيه كل إشي بطريقة مميزة وإبداعية بعكس شات جي بيتي يلي كان كتب لي معلومات على أد المحاور يلي دخلناها بصيغة مختصرة يعني يلي بيفضل التفاصيل الكتيرة والشروحات الواسعة يستخدم جوجل بارد لكن يلي بيميل للتفاصيل الأليلة والمعلومات المختصرة يستخدم شات جي بيتي وعند استخدامهم عن طريق متصفح جوجل لكل الموقعين بيتطلب مننا تسجيل دخول باستخدام البريد الإلكتروني وكل الموقعين مطروحين بشكل مجاني بتقدروا تستخدموهم بكل سهولة كل شخص منا بيفضل موقع عن التاني حسب الموضوع يلي بيكتب عنه وحسب المحتوى تبعه وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم ويبشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة